في حلقة اليوم من برنامج حضرة المواطن الذي يذاع على قناة الحدث اليوم تناول الاعلامي سيد علي قضية انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب وفي تصريحاته ابدا الاعلامي استياءه من تصاعد الجدل حول حياة الفنانين مشيرا الى اهمية الحفاظ على خصوصيتهم واكد السيد علي على ان قرار الزواج والانفصال هو قرار شخصي يجب احترامه داعيا الفنانين الى الابتعاد عن تفاصيل حياتهم الشخصية والتركيز على فنهم وفي رسالة موجهة لشيرين عبدالوهاب نصحها بتفرغ للفن والتجهيز لحفلاتها دون اشكاليات اضافية وعبر عن قلقه ازاء تأثير الاحداث الشخصية على الجمهور داعيا الى الابتعاد عن التصريحات المثيرة وضرورة تفادي التأثير على الجمهور بشكل سلبي كما قدم سيد علي النصيحة لشيرين بالتعلم من الفنانة نانسي عجرم في التعامل مع الجمهور والحفاظ على حياتها الشخصية بشكل اكثر احترافية في السياق ذاته اكد الاعلامي عمرو اديب خبر الانفصال في برنامج الحكاية موضحا ان الفنانة شيرين اكدت له صحة الاخبار المتداولة واكدت ان الانفصال تم بشكل متحضر بعد زواج دام لأكثر من خمس سنوات تعليقا على الانفصال اشار سيد علي الى تداول وسائل الاعلام لتفاصيل حياة الفنانين معبرا عن استيائه من استمرار الجدل العلني والخلافات التي تؤثر على الحياة الشخصية والمهنية للفنانين وفي هذا السياق حثهم على تحقيق توازن بين حياتهم الشخصية والفنية لضمان استمرار نجاحهم وتأثيرهم الايجابي على الجمهور كما المح الى اهمية وجود مدير اعمال محترف يصهم في ادارة شؤونهم الشخصية والفنية بشكل فعال داعيا الى تجنب المشاكل والتعلم من تجارب نجاح الفنانة نانسي عجرام في هذا الصدد وختم سيد علي رسالته بالتأكيد على ان الفنانين يحملون مسئولية تجاه جمهورهم وعليهم ان يكونوا على قدر عال من الوعي في التعامل مع وسائل الاعلام والحفاظ على سمعتهم الفنية والشخصية اشتركوا في القناة